أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق لقطاع غزة وإدانة التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان محاذرا من اتساع نطاق الصلاع وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية وخلال مشاركته في اجتماع لجنة العربية الإسلامية على هامش اجتماعات الشقرة فيها المستوى لدورة التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيورك جدد وزير الخارجية رفض مصر لأية ممارسات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية مشددا على ضرورة تنفيذ حل دولتين وقيام دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية